تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محطة رفع صرف صحي الشيخ غريب بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيل وتخدم المحطة ما يقرب من عشرة ألاف مواطن وهي من المشروعات المهمة لمواطن المدينة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقد تم إنشاء هذه المحطة لتخدم المناطق المحرومة بطاقة تصميمية تصل إلى 13 ألف متر مكعب يومياً وبتكلفة تصل إلى 32 مليون جنيا